الباب الثالث والسبعون ومئة باب ما يدعو به إذا خاف ناسا أو غيرهم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة بإسناد صحية